بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل السادس لمقرر نظم بالمعالج الدقيق في الجزء ده جماعة نتكلم إن شاء الله عن موضوع اسمه design of microprocessor based systems أو تصميم الأنظمة التي تعتمد على المعالج الدقيق طيب إحنا عايزين نقول إيه في الموضوع ده جماعة عايزين نقول إن المعالج له دور كبير في الأنظمة اللي هي المضمنة طيب كلمة نظام مضمن هنا اللي مقصود بها كلمة embedded systems اللي هي نظام جوه نظام يعني النظام صغير بتحكم في النظام تاني أكبر منه طيب عملية التايم دي يا جماعة مهمة جدا بالنسبة لأنظمة المضمنة يعني إيه يعني التايم له وقت معين لابد يكون critical وقت محدد لهذا النظام المضمن بحيث يقدر يتحكم في هذا النظام الأكبر منه اللي هو جوه طيب من اللي بيقوم بعملية التحكم ده هو مين المايكرو بروسوس أوكي يبقى إذن المايكرو بروسوسر هو اللي بيقوم بعملية ايه ها أيها ظبط الوقت المناسب لهذا النظام علشان يتحكم في النظام الأكبر منه طيب ناخد أمثلة مثالي لعملية التايم عملية scheduling of computations اللي هو جدوالة مين ها عمليات الحسابية وأو signal sampling and generation أخذ عينات وتوليد عينات من الإشارات communication الاتصال navigation اللي هو تغيير الposition الوضع باستخدام مثلا الجي بي اس كل ده جماعة أمثلة زي ما انت شايف لعمليات الضبط أو التحكم في الطايم جوه الimpeded systems طيب نشوف مثال كده بشكل عام طبعا لو افترضنا إن احنا في مجال الاصطناع وإن اللي قدامك ده هو إنسان آلي أو روبوت إنسان آلي بيقوم ببعض العمليات مثلا عملية التعباء زي ما انت شايف كده على سبيل المثال لابد إن الزراع اللي قدامك ده زراع الإنسان اللي قدامك ده لابد إنها ايه تتحرك يحصل لها motion control تتحرك ها لكن في time في زمن ومحدد ووقت محدد critical لو ما تمش لو الحركة لم تتم في هذا الوقت من الزمن ها ممكن تحصل مشكلة في هذا المجال أو في هذه الصناعة يبقى إحنا خدنا مثال دلوقتي إزاي إن إحنا محتاجين نتحكم في time فين في الأنظمة المضمنة وقلنا مين اللي بقون بالكلام ده جماعة الماكروروسوسرا إحدى تطبيقات المجالات اللي بيستخدم فيها الماكروروسوسرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته